شوف أستاذ أحمد كل شيء وارد في هذا الموضوع من الممكن أن نعرف أن أمريكا حتى في بعض البلدان العالم هذه ثبتت أن الـ CIA يشتغل في جهة والحكومة تشتغل في واد آخر أو الاستخبارات العسكرية الأمريكية تشتغل في واد آخر فكل شيء وارد أنه قامت المخابرات المركزية الأمريكية بتعطيل هذه السفينة بما تحتويه المشكلة أن إيران لم تفصح عن حمولة السفينة ولم تورد أنها كانت في مهمة تدريب في خليج عمان كثير من الشكوكة اليوم نتابع حول هذه السفينة حول حمولتها حول سرعة احتراقها وغرقها لماذا هذه السفينة في حادث تحترق وتغرق أنا لا أعتقد في كل الحال من الأحوال أن هذا حادث أو حادث عرضي هناك سبب وراء سواء تخريب داخلي سواء صاروخ سواء لغم بحري وقصوصا أن الكثير يقول أن هناك غواصة إسرائيلية في المنطقة يعني هناك شبهة لوجود غواصة إسرائيلية في المنطقة وأيضا استهداف أمريكي في كل الحالات نشاهد أن رد فعل إيران لحد الآن على الأقل أنه حادث أن هذا الحريق هو حادث وأن تم إنقاذ جميع الطاقم هذا اللي ورد من أخبار على وكالة الأنباء الإيرانية لذلك هذا الموضوع يطرح أيضا شكوك وتساؤلات لماذا إيران لا تريد أن تشير بالاتهام أو تلقي باللوم سواء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى إسرائيل كعدوين وأن التصعيد قد بدأ في هذه المرحلة هل تخفي إيران شيئا من هذا الموضوع؟ كما عودتنا إسرائيل أنها لا تعلن عن عملياتها قليلة هي العمليات التي أعلنت عنها إسرائيل وخصوصا عندما تضرب أحيانا بعض الفصائل المسلحة في سوريا تعلن إسرائيل أو اغتيال بعض الشخصيات مثل ما أعلنت عن اغتيال عماد مغنية أو غيرها من الشخصيات